احنا منعرف انه يعتبر مرض الصرع من الامراض العصيبة واللي بتأثر على حياة المرضى بشكل كبير تحتاج الى رعاية معينة واتباع طرق تقلل من الاصابة بينوابات الصرع حديث اكتر اكيد مع رند عن هذا الموضوع صباح الخير رند صباح البرد غادة شو الاخبار؟ بخير وانت كيفك؟ الحمد لله كنا بنحكي عن الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة اه عن جديد انا بحس ان الشورمة وجبات خفيفة اه وجبات خفيفة وصحية شفتوا حكت قالت لا لا وعكمتدوا لا لا بنعملها بالبيت نعم بنعملها بالبيت اشي تاني اكيد يعني اليوم عم نتحدث عن مرض عن جد صعب يعني الله يشف الجميع ويبعده عن الجميع ايضا ويعتبر هذا المرض من الامراض اللي التغذية تؤثر عليه بشكل اساسي حتينا اكثر كيف التغذية تلعب دور مع مرضى الصرع اوكي بتعرفي غادة زي ما حكيتي احنا دائما لما بنحكي عن الصرع احنا بنتخيل بس كبار السن اللي بيعانوا من هذا المرض ولكن بصراحة عندي بالعيادة بنصدم لما اشوف اطفال ما بيتجاوز عمرهم سنة سنتين تلت سنوات اربع سنوات بيعانوا من مرض الصرع طبعا المشكلة هون بتكمن انه في صعوبة لاستقبال الطفل للاغذية اللي هي صحية لاله وبنفس الوقت بيكون في عندي صعوبة في البلع صعوبة في التحكم صعوبة في التركيز فبالتالي الصرع عن جد من اصعب الامراض تعاملا معها اللي انا بشوفه للأسف فحبيت اليوم نحنا نخصص هاي الفقرة لحتى نحكي لالامهات بشكل عام وللآباء كمان شو هي الطرق الغذائية العلاجية الصحيحة لنحنا ممكن نلجأ لها في هاي الحالات وكيف نحنا منقدر نتعامل معاهم وبحسب اللي انا شفته من اختلافات ما بين كل حالة وحالة كيف ممكن ردات فعل الجسم تكون مختلفة حتى لو كانت الاطعمة ضمن الانظمة الغذائية المسموحة لحتى نبدأ بشكل مبسطة الصرع بيكون في عندي عدم تنظيم بافرازات الدماغ اللي بتحصل عندي وبالنوبات اللي الدماغ بينتجها فبالتالي بيصير في عندي تذبذبات مفاجئة من هايبر اكتيفتي بيكون في عندي فرط في نشاط الدماغ وبالتالي بيأدي الى نوبات الصرع عند هدول الاشخاص بشكل عام من 1920 اكتشفوا انه الكيتو دايت واللي هو مبني على حمية غذائية تركيزها على الدهون بالاضافة للبروتينات وتفتقر بشكل كتير كبير الى النشويات بتفيد هدول الاشخاص بشكل كتير كبير وبحسب الدراسات العديد من الدراسات قدرت تثبت انه هذا من اكثر البرامج الغذائية يعتبر مفيد وإيجابي في حالات الصرع لانه بشكل مبسط اللي بيصير عندي انه نحنا بنمتنع عن تناولنا للنشويات وبنقلل اخذنا للنشويات الى 5 من 5 الى 10 بالمية من السعرات الحرارية يعني ما بنتعدى 20 الى 50 جرام من النشويات وطبعاً الجرامات بتعتمد على عمر الشخص بالاضافة لوزنه لما نحنا بنفوت بحالة الكيتو جنسز واللي هي انه نحنا بنمتنع عن النشويات فالبنكرياس ببطل يفرز انسولين لانه انا بطل في عندي نشويات لأيتعامل الانسولين معها فالجسم بيصير يفوت بحالة من استخراج الطاقة من الدهن فبصير يستخدم الدهون الفاتي اسد كمصدر لانتاج الطاقة هاي الفاتي اسد بتتكسر بنخرج منها ما يسمى الاسد الكو اي هذا الاسد الكو اي بصير استخدمه كمصدر للطاقة وبينتج عندي اجسام كيتونية هاي الاجسام الكيتونية وضعف انتاج الانسولين من قبل البنكرياس وتنظيم مستويات السكر بالدم وعدم وجود تذبذبات في مستويات الانسولين والسكر بالدم كلها بتعود بالفائدة على التخفيض من فرط نشاط الدماغ اللي ممكن يحصل عند هدول الاشخاص فبشكل مبسط احنا منبعد عن النشويات النشويات السكريات اللي ممكن تعمل زيادة لفرط نشاط الدماغ عند الاشخاص منركز على الدهون اللي اثبت علميا انه هاي الدهون لما نحنا نستخدمها كمصدر للطاقة تعطيني ثلاث فوائد غذائية منها اولا انتاج الاجسام الكيتونية للجسم والعقل بيقدر يتعامل معها بطريقة اصح بالاضافة انه نحنا منصير نركز على الـ medium chain triglyceroids الاحماض الامنية سوري الاحماض الدهنية متوسطة التسلسل اللي بنسميها MCT oils هاي الـ MCT oils الدماغ عنده القدرة على استخدامها كمصدر للطاقة بدون يعني فرط النشاط وتالتا هاي الانظمة الغذائية بتنظم مستويات السكر بالدم بتنظم مستويات الانسلن فبالتالي بتقلل من فرط نشاط الدماغ نعم اذا يعني اذا بنحكي بشكل بسيط هذه الاطعمة وهذه المكونات اكيد عم بتساعد ولكن ما هي الامور اللي يجب انه ناخذها بعين الاعتبار يعني هل وجودهم على نظام الكيتولا فترة كتير كبيرة يؤثر سلبا ايجابا وكيف لازم يقطعوا ولما يقطعوا او يكون فيه بريك ايش ويكون وهكذا كل حالة غادة من حالات الصرع بنتعامل معها بشكل منفصل ما عمري شفت شيء انطبق على شخص وكل الاشخاص قدروا انهم يستفيدوا منه بنفس الطريقة لحتى نحكي اولا عن برنامج الكيتو احنا بنا نتبعه لفترة معينة ولكن طبعا في عندي بعض من الاخطار اللي نحنا نلاحظها بتصير عند الاشخاص وبتشمل هذا الشيء اولا فيه بصير عندي ضعف في مستويات الكالسيوم والفيتامين دال ممكن يصير فيه عندهم تشكل لحصة بالكيلة لانه نحنا عم ناخد كميات كتير كبيرة من البروتين ممكن يرتفع عنا اليوريك اسد او الكوليسترول بالجسم بالاضافة انه ممكن هدول الاشخاص يعانوا من كسور في العظام او ضعف بالعظام لانه كل ما نحنا مناخد كميات ببروتين اكتر كل ما البروتين بيهضموا بالجسم بيقلل من امتصاص الكالسيوم وكمان بيأدي الى كالسيوم ريزوربشن انا بصير باخد الكالسيوم من العظام عشان هيك الحمية الغذائية المعتدلة دايما هي افضل بالحالات الطبيعية مش بحالات الصراع فبالتالي اللي احنا عادة نتبع البروتوكول المتبع هو انه نحنا ناخد الادوية بالاضافة نعمل حمية الكيتو من سنة سنتين ممكن لحد ديه ثلاث سنوات وبحسب استشارة الطبيب واستجابة الشخص على هاي الحمية الغذائية بنقدر نبلش نخفف كميات الدهون ونرجع نرجع النشويات بشكل تدريجي لحتى نحمي الجسم من هاي العراض فيه كمان شغلات لازم ناخدها بعين الاعتبار انه ادوية الصراع ممكن يتأثر على امتصاص بعض من الفيتامينات والمعادن وبتشمل اول اشي الفيتامين كي فيتامين اي فيتامين دي بالاضافة لالكالسيوم الماغنيزيوم والمانغنيز هدول الست فيتامينات ومعادن اذا نحنا كان في عنا سوء في امتصاصهم بسبب ادوية الصراع بدي اتأكد انه انا عم باخدهم كمكملات غذائية الفيتامين اي والفيتامين دي طبعا موجودين الفيتامين اي والفيتامين دي والفيتامين والكالسيوم موجودين على شكل مكملات غذائية اما بالنسبة للمانغنيز بنقدر ناخده من المكسرات بنقدر ناخده من الاكل الطبيعي وطبعا المانغنيزيوم واضح جدا اذا بصير فيه عندي نقص لانه بصير فيه عندي تشنجات واوجاع بالعضلات فأخذنا إله على شكل مكمل غذائي كمان بفيد الأشخاص اللي عندهم صرع بشكل كتير كبير نعم نصيحة أخيرة رند لكل من يتابعنا نصيحة أخيرة اتباع الحمية الكيتو يعتبر أساس لحمية الأشخاص المصابين بالصرع شريطة أنه مش كل شيء بالكيتو مقبول للجميع كنت أشوف أطفال ردة فعلهم من حليب أو لبن لنعاج مثلا اللي يعتبر مقبول بالكيتو جيد جدا مقارنة مع أشخاص آخرين الأطفال لا يزيد عندهم نوبات الصرع مرات باستخدامهم لخبز اللوز ممكن يفيد ومرات ممكن يزيد فبالتالي إحنا منا نراقب الجسم إن كان طفل أو كبير بالسن بدي أراقب ردات فعل الجسم تجاه الأطعم اللي أنا عم بعطيها لهذا الشخص حتى لو كانت بتمتمي لحمية الكيتو وكمان أرتكز على الفيتامينات والمعادن اللي منحتاجها وأخيرا أنه نحنا ناخد MCT Oil على شكل مكملات غذائية لنعطي نشاط أعلى للدماغ بطريقة صحية نعم شكرا جزيلا لقلك رد ديسي واستمتعي ببقى يومك